لم تكد الأوضاع في مناطق ومحافظات إقليم كردستان تعود إلى طبيعتها مع انحسار خادع لوباء كورونا حتى ظهرت بوادر هجمة ثانية للعدوى أشد ضراوة من سابقتها الموجة الجديدة للإصابات تعدت الأرقام التي كانت تسجل مع بدايات ظهور الوباء قبل نحو ثلاثة أشهر حتى وصلت بالأمس القريب إلى أكثر من مائة إصابة وحالة وفاة واحدة خلال 24 ساعة فقط في محافظة السليمانية لوحدها السلطات سارعت إلى اتخاذ تدابير جديدة لمواجهة الاتساع الكبير في الإصابات والمساحات التي وصلت إليها فعادت فرض حظر التجوال الشامل إضافة إلى تعليق الدوام بالدوائر الحكومية والمرافق الأخرى ويعادت إغلاق الحدود البرية والمطارات المراقبون وحتى الجهات الصحية يعزون ارتفاع واتيرة العدوى إلى التراخي الذي شهدته معظم مناطق الأقليم في تطبيق التدابير الوقائية سواء كان ذلك خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان أو في أيام عيد الفطر المسؤولون الصحيون والأمنيون ألقوا باللائمة على بعض الجهات التي دابت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على التقليل من مخاطر الفيروس بل وحتى نفي وجوده أصلا وهو ما يمكن اعتباره تحريضا على مخالفة الإجراءات المفروضة للحد من العدوى فيما توعدت وزارة داخلية الأقليم هؤلاء الأشخاص وتلك الجهات بتشخيصهم وملاحقتهم قانونيا يخشى معظم مواطني الأقليم من أن تؤدي الموجة الثانية من كورونا إلى المزيد من المعاناة في ظل استمرار الأزمة المالية وتوقف قطاعات عديدة عن العمل وهو ما يضيف أعباء كبيرة على شرائح واسعة من الأهالي على الرغم من تأكيدات الحكومة بشأن مساعيها للتخفيف من وطأة الأزمة أو تقديم يد العون للشرائح الفقيرة والأكثر تضررا من الوباء